اشتركوا في القناة بس للنازحين تحديداً يعني اللي عم بيصير كمان منطق لمنطق عطعم بيكون في شيء كتير بيزعل هالاحتكار وغلاء الأسعار يعني اللي عم بيصير قدرح نقدر نعالج هالموضوع اليوم نعم يعني بهالزروف الاستثنائية للأسف طبعاً في بعض المالكين عم بيستغلوا هالزرف لحتى يغلوا الأجرات لأنه المستأجر بحاجة لسكن للإيواء نعم واليوم هيدا الإيجارة اللي عم بتصير حتى في ظل هالزروف الاستثنائية هم بتخطع لأنون الإيجارات العادي يلي هو أحكام الأنون 159 اللي صدر ب92 اللي نظم أحكام المادة اللي عدل أحكام المادة 543 يعني اللي عم بحاول إليك إيه أنه الأجار ما تعدل والأجارات اللي عم تنعمل بيظل هالزروف الاستثنائية هم بتخطع لنفس الأنون نعم وفينا نفسروا شوي خلينا نفسر شوي أكتر المادة 543 يلي هي نظمت كل الإيجارات اللي تنعقد بعد سنة 92 بعد 23 سبعة 92 والمبدأ العام تبع هالقانون هو حرية التعاقد بين المالك والمستأجر أوكي مع بعض الاستثناءات الاستثناء الأهم هو الإيجارة المعقودة لأقل من 3 سنين تعتبر معقودة لثلاث سنوات يعني اليوم اللي عم بيجي يستأجر لمدة شهر أو بيقول أنا بدي 3 شهر أو أنا بدي لتخلص الحرب هالعقد ليس صحيح بس المالك لازم يعرف أنه المستأجر له حق يقعد 3 سنين لو عمل العقد مع المستأجر لمدة 3 شهر أو لتخلص الحرب أو لـ 3 شهر أو لـ 6 شهر مستأجر له حق يقعد 3 سنين يعني مش قابل للتجديد هو مجدد خلقه بقوة لأنون 3 سنين نعم في ناس عم تدفع سلف وهذا الشي عم بيغري المؤجر عم بيقبط سلف 3 شهر أو 6 شهر بس بديك تشوف إذا بعدين هالمستأجر يلي هو دفع سلف لأنه عن جد بحاجة لسكن إذا قادر يكمل يدفع لمدة 3 سنين 6 شهر كمان بيجبروه يدفع على 6 شهر لأنه الوضع يعني مثل ما شايفه وما طلع شي اليوم عن مجلس النواب أي تشريع ينظم هالإجارات أو حتى المهل بهالظروف الاستثنائية يعني ولا حتى فيه اقتراح قانون بهالخصوص نعم استاذ اليوم لما بتقول هو قانون حر شو معناته يعني اليوم كيف يعني فيكون هالقانون حر يعني ما فيه اليوم رابور بين المساحة بين السعر بين كواليتي للشغل يعني يعني اليوم فيني أنا يكون عندي شقة 20-50 متر وأطلبت فيها أجار على قد شقة 400 متر يعني ما فيه على القليل نورم معينين أو بالقانون هيك هنس شوي يقدروا يعطونا فكرة هلا لا بالقانون فيه أحكام الغبن بشكل عام أنه العقد حياة العقد ما لازم يكون فيه غبن بالعقد بس إذا أنا عندي ملك وهذا ملكي أنا فيه أعرض أن أجره بأي أمام معين والمستأجر حر أنه يستأجره أو لا هلا بمعظم دول العالم هذا الشيء منظم والزيادات على الإيجار منظم منظم يعني ما فيك تزيدك السنة قد ما بدي في رولز إيه فيه إنه حسب الموقع الشقة وحسب كبرى ومسيحتها الكريتيريا اللي حضرتك بتحكي فيه بس هلأ في لبنان ما عنا هذا التنظيم المفصل عنا حرية التعاقد وعنا هيدا الاستثناء يلي هو لمصلحة المستأجر يلي نعمل بشكل إنه إذا واحد نقل عفشه عبات ما يجي المؤجر يطلعوا عد سنة طبعا جبور فيه ثلاث سنين فيه استثناء الإيجارات الموسمية نسميهم يلي هن اللي بتتعلق بشليات الشتاء والصف الاستياف والاشتاء هولي أكيد فيك تأجريون وتستأجريون ع شهر وعا شهرين وعا ثلاثة بس برضو إذا بدوا يهنوا على ثلاث سنين لا هولي استثناء بس بدوا يكونوا فعليا يعني عقد إيجار موسمي بنسميه ومش حيالله عقد سميناه موسمي يعني أجرت شقة بالأشرفية أنا وبشميها عقد إيجار موسمي ما هذا اللي بدأ أسأله يعني اليوم بهذا الظرف الصعب ممكن ينعمل بهذه الطريقة لازم يتنظم شي بس ما بيقدر يعمل العقد الموسمي هلأ لا الحرب هي بطبيعتها منا منا زرف موسمي يعني هي بس هذه فرص ماجر كمان اي بس بدأ تشريع بدأ شي يعني بدأ يطلع بمجلس النواب شي المشاكل يلي عم تأتمم بعد من جراء هيدا لأنه المشاكل أنا اللي بشوفها اللي هلأ بشوفها أنا بدا تجي هي أنه في ناس لحتبطل تقدر تدفع أجار في ناس دفع يتسلف لأنه عن جد اللي حاجة لها بيديا لا يدفع بس لحيوصل لمحال متأمل ثلاثة شهر خمسة شهر تخلص الحرب إذا طولت الحرب ان شاء الله ما بتطول بس إذا طولت هنوصل لمحال حيصير فيه أزمة وهون يمكن يطلع تشريع ينظم هالشي بين النازحة المستأجر وبين المالك بشكل ما حدا يكون مغبوط بس اليوم الجهات الأنونية الرسمية يعني والمسؤولين ما عم بيبلشوا يشتغلوا على هالموضوع لا لا هناك أشيء أهم لازم يشتغل علي كمان بعد ما بلشوا يشتغل الوسائل الأنونية بحال طرق مشكل أو من قبل نحن أكيد عم نحكي عن هيدا الأزمة بس هو هيدا هيدا الأنون موجود من قبل والمشاكل كمان موجودة من قبل إذا بدنا نرجع شوية لقبل الحرب شو المشاكل اللي كانت عم بتصير من جراء هالأوانين يعني بار تايم بار تايم هو دولي مش مثل الأجارات القديمة وكيف الطرق لحل النزاع هلأ قبل 92 كانت الإجارات ما بتخضع للقانون اللي حكيتك عنه بتخضع للقانون تاني يلي هو 160 ورجع التغر وطلع عوانين من بعده بال2014 2017 يلي مددوا الإجارات القديمة هيدا وقت الحرب صارت بس هولي كلهم بيحكوا عن إجارات قبل 92 هلأ بعد 92 بالإجار مبدأ التعاقد الحر اللي عم نحكي فيه إذا صار فيه مشكلة بين المالك والمستأجر مثلا مدفع المستأجر للعجار بده يروح المالك إذا فيه بنت فسخ حكمة بالعقد هون بديك شوف العقد شو ينص إذا فيه بنت فسخ حكمة يعني إذا مدفع يفسخ حكما العقد دون أنظار بده يروح المالك عند قادل أمور المستعجلة ليطلب الإخلاق وهذه المشاكل اللي عم نقول أنه بده بده نصلى إذا ضل الوضع هيك إخلاق يعني وذين 24 ساعة مش 24 لا بالإبنان معنا عنا أساسا هي يعني بده تاخد وقت إجراءات الإجراءات عند قادة أمور المستعجلة بده تاخد وقت كمان وإذا ما فيه بنت فسخ حكمة بده توعى مع حكمة الأساسية اللي بده تاخد أكتر بكتير نعم وإذا قرر يعني الشخص المالك أنه يأجر حدا تاني لأنه عم يعطيه سعر أكتر كيف بيقدر يكون عم بيحشله يعني لأنه عم بيطلع من المحامل ما بيقدر يطلعه إذا فيه عقد تحتى يأجل حدا تاني بده ينطر تحتى يخلص تخلص بدة العقد ويفل لحتى يقدر يأجل حدا تاني المحامل جزيف رفاية شكرا لألك إن شاء الله يارب ناخد بعين الاعتبار كمان أنه هيدا ظرف إنساني أكتر ما هو ظرف مادة أو أجارات أو غيره ويقدر الناس يتعاملوا مع بعضهم بأخلاقيات قبل ما نوصل للأنون ما هيك أكيد أهلا وسهلا فيك شكرا لألك معاك رح أختم حلقتي بأمتي في ألايف لليوم إن شاء الله بيكون ويك أنت حلو للجنة باي باي اشتركوا في القناة